من غير الإنصاف أن يعرض متحدث لهذا الموضوع في الإسلام دون أن يتوقف قليلا أو كثيرا عند أحد مشاهد القرآن الكريم في إنصاف غير المسلم وإدانة غريمه المسلم وأنا واحد من هؤلاء الذين تأخذهم الدهشة من جميع أقدارهم كلما قرأت الآيات المتعلقة بهذه القصة في سورة النساء وتبلغ الدهشة ذروتها حين نقرأ في الآيات ما يشبه العتاب الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض مواقف هذا المشهد وكيف أن تسع آيات بينات متتاليات نزلت لإنصاف يهودي مظلوم وإدانة مسلم قائن يقول علماء التفسير في سبب نزول هذه الآيات إن صحابيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ضعمة بن أبيرق سرق درعا من جار له اسمه قتادة وكانت الدرع في جراب دقيق به ثقب فأخذ الدقيق يتناثر على الطريق وخشي طعمة أن يفتضح أمره إن هو ذهب به إلى منزله وتفتقت حيلته عن التوجه لصديق له يهودي اسمه زيد بن السمين وقال له ضع هذا أمانة عندك ولما تنبه قتادة وقومه للدرع المسروقة ذهبوا إلى طعمة ويبدو أنه كان معروفا بالسرقة فحلف لهم أنه ما أخذها وما له بها من علم فتتبعوا أثر الدقيق حتى إذا منتهى بهم إلى بيت زيد اليهودي دخلوا عليه وقالوا له أنت سرقت الدرع فأقسم بالله ما سرقه وأن طعمة هو الذي جاء به وقال ضعه أمانة عندك فرجعوا إلى طعمة مرة أخرى وسألوه فأقسم لهم أني ما سرقته وأن من سرقكم هو زيد اليهودي وشاع الأمر في الناس وخشي طعمة وقبيلته من وصمهم بجريمة السرقة فذهب طعمة وقبيلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه تبرئتهم من السرقة وأن يجادل عنهم ليدفع هذه الوصمة وقالوا إن لم تدافع عنا هلكنا وبرئ اليهودي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد اليهودي وسأله فأجابه والله يا أبا القاسم ما سرقت الدرع ولكن رماه عندي طعمة كأمانة وأوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق طعمة وقبيلته وأن الذي سرقت الدرع هو زيد اليهودي وهم بعقابه لولا أن نزل القرآن وبرأ اليهودي من تهمة السرقة ودمغ طعمة وأهله بالخيانة وتوعدهم بالعقاب الأليم إن لم يتوبوا إلى الله ويستغفروه موسيقى